اخوتي اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما اطرحنا في الفيديو السابق تمان ذيال التحاليل مجموعة من الناس كل واحد بدأوا حتى داروا في الآراء على كل المصدق هذا التمان وكل المكذب احنا ارتقنا في هذا الفيديو باش نوضحه لكم بأن فعلا التمان ذيال التحاليل راتي بدا من 20 اورو لحدود 300 اورو هنا في ايطاليا وفي مجموعة من الدول الاخرى ارهوا صلح 300 اورو اذا علاش هذا الفرق في الاسعى وشكونا هما الناس اللي عندهم الهدف والربح من هذا الشي اللي هما المختبرات فعلا لكن احنا حاولنا نوضحه لكم علاش مجموعة من المختبرات تطلبوا يا اما 24 ساعة يا اما تبري 40 ساعة وشنه هو الفرق بيناتهم لان مجموعة من الناس لا يفهمون لان هذه التحليلة انواع احتاهية الدولة المغربية اعطيتك تحليلة سيرولوجية مهمة لا يفهمون يعني اذا لا يفهمون ستبدأ المشكلة هنا في هذا الفيديو سوف نوضح لكم ماذا هو نوعية التحليلة الخاصة للدولة من تساكن في ايطاليا لان احنا جبنا لكم كل جهة جبنا لها المواقع المختبرات اللي غادي تدير نتاق البرانوطات سيوني وتمشي عندهم وتخلص تأمان قليل لكي نساعد الناس على انهم لا يسرقوهم في السماصرة كما تقولوا دائما سوف نضد السماصرة وخبعة السماصرة لا يوجد بعض التعليقات نحن لا يوجد مشكلة اذا ما لكم التابعونا سنشرح لكم هذه المعلومات تحليل التحليل التحليل التي تصبح التحليل مشهورة ومعروفة لا يوجد واحد صادق هي التست سيرولوجيكو ما هو التست سيرولوجيكو؟ مجموعة من الناس يقولون أن تقوموا التست سيرولوجيكو مثلا تست سيرولوجيكو 33 أورو ادخلت المجموعة من المواقع المواقع المختبرات المعروفة هنا في إيطاليا وعندهم مختبرات في كل إيطاليا حاولت نجيب للناس هذه المعلومات على الأقل لكي يفهموا ويفرقوا ما هو بعدها التست سيرولوجيكو؟ كل شيء يهدر ولكن لا يفهموا ما هو التست سيرولوجيكو؟ التست سيرولوجيكو يوجد تحليلات لا يوجد تحليلات ما هو التست سيرولوجيكو؟ إذا كانت تست سيرولوجيكو يمكنك أن يقولك 20 أورو واحد يمكنك أن يقولك 60 أورو إذن هنا فرق بسيط إذا التست سيرولوجيكو الذي قال المغاربة لم يشارحونه لم يتحدث لم يتحدث لم يتحدث لم يتحدث هذه التحليلات المصلية التي تقولنا لا يوجد تحليلات لم يتحدث لم يتحدث ربما أنت من تست سيرول تقول لك راقينا تست سيرولوجيكو وتعطيك النوع لأن التست سيرولوجيكو مقسم إلى نوعين النوع الأول هو EGG يعني أمولة جانوبا جانوبا وهذا نجعلها لكم هناك في الفيديو وكينا EGM إذا الفرق بيناتهم ما هو؟ أن الأولى يعني تتقدر تكتشف بها أنت واش كنت مصاب بالفيروس من قبل أو لا والثانية تتكشف لك بأن كنت مصاب حاليا بالفيروس إذا كان فرق بسيطة لكن راقينا فرق حتى في التامان وكيف ما غدين نوريكم هذا في الفيديو لما دخلت للمواقع المختبرات راقينا الفرق في الأسعار ديالهم الفرق تختلف بين واحدة والثانية يعني تزيد عليها عشرة أورو حتى العشرين أورو ما بين الأولى والثانية ما بين EGG وما بين EGM ولكن أنا تنصح الناس أنهم يدرونهم بجوش لماذا؟ لأنك أنت ما عندك شو أحد تفصيل من طرف الدولة المغربية ستقول لك ستقول لك تس سيرولوجيكو EGG أو تس سيرولوجيكو EGM هم هم توقع عام دائما نحن الحكومة المغربية متعودين معهم أنهم تعطوا كل شيء دائما عام أي حاجة تحضر مكسي وكسير جيب هذه الورقة أو صافي عام يعني ما تعرفش أنت من يجيبه إذا أنت تخرج من باب واسع ستقوم لك تس ستقول لك تس سيرولوجيكو EGG هو يسمى EGG لماذا؟ لأن EGG يجمع جوز تحليلات إذا قلت لك EGM ستقوم لك تحليلات أجل إذا قلت لك EGG سيقوم لك تحليلات EGG أجلت لي إمولة جينوبة ستقوم بمكسي تحليلات الوقت وبأصح تعبير الذي يريد أن يتحليل معه كبرافزيونال سأقول لك في تحليلات ECLIA Test EGG يعني ECLIA Test EGG وانا هي تشمل جوش التحليل إذن الأسعار هذه التحليلة تسيرولوجيكو عادة من بعدها تدرك PCR PCR سهل وتدرك الساعة وتدرك الساعة هنا هناك مشكلة إذا تدرك غير واحدة يعني تدرك غير اجين هذه المملكة تسيرولوجيكو تسيرولوجيكو تلك المملكة أجينما تستطيعون هذه المملكة اجينما لديكو وحتى الثالث لن تدرك تسيرولوجيكو وب統ظيكو هم تنصف سوف تشمل EGM و EGG إذا أنت قد تغير واحدة سوف تخرج في 24 ساعة ولكن إذا كانت قد تسنى 48 ساعة سوف تخرج إلى 48 ساعة سوف تنتهي محلسة ترتاح لكي يبدو أن الفيروس لا إذن هنا سوف تقوم بتحليل تحليل 28 ساعة إذن سوف تقوم بتحليل سوف تقوم بتحليل تحليل سوف تحليل تحليل حسب تحليل Grad للطبوس و أنا أفعلك أفنق بأخ 정확히 عندما تردonian محلسة 3 أولا إذا العمل أجتهى خارجت Custom teaspoons سوف أقوم بتحليل المشكلة يمكنهاy المشكلة لا يجب تقوم بسائل بسائل إذا قد أشرح لكم الفرق بين الجوش سأعطيكم المواقع التي ستدخلها يمكن أن تصبح محاولة ويخلص محاولة لأن الأتميناء رخيصة لا تقوم بسائل هذه المواقع هي لا تتحدث لأن الأتمين يتقوم بسائل حتى المقال الجريدة تتحدث في هذه المجال بأن تدخل كبير من جهة و جهة في إيطاليا إذا نطلقنا عرضها يجبها إلى الازيو عندها 15 أور ثم الناس لا يمكنني أن يكون لدينا أنا دابا سأخبركم الفيديو تبع معي الفيديو ترجمة نانسي قنقر 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 هذه المنظمة في إيطاليا كلها 40 أورو لكن ستضع لك 40 أورو زائد PCR يعني اللي هي PCR زائد PCR كين هذا الموقع ثاني مختبر ثاني يطلب 65 أورو إذا تريد ان تغير تحليلها وحدة تضع لك 40 أورو لا تضع لك أنا لا أسأل لأن تصل إلى المطار هذه المكان ليس كاملة لأنهم لا تتعلمون إذا تخرج من الابواسع تضع لـ 10 أورو والذي تضع لـ 15 أورو تخرج من مفتاح و تحت من 11 عام لا يوجد لهم يعني لا يمكنك أن تخلص و تحت من 11 عام إذا لك من 11 عام ستتخلص ولكن حاول لأنهم كاتبين إذا قامت بعمل المنظمة ستتخلص هذا المبنظم إذا أتيت لهم ستزيد هذا المبنظم أكثر من مجموعة و إذا كان لديك إذا كنت أتمنى تضع للمشاهدة ستتخلص أونلاين و تتخلص أونلاين لأن هذا المبنظم يأتي لديك حدود 10 كم من مختبر الذي تختارين لأنك تتعطيك المختبرات التي لديهم مثلا في روما هل تحتلق إذا فضعه إذا كان يقول أنا أعطي رجاني لاتسيو و حين نترك هذا في روما ، في ميلانو ، في بيمونت ، في تورينو ، في فينيتسيا ، في مجموعة من الجهات غير أنا تنوري لكم كمثل بسيط يعني هم قالوا إذا أريد أن يدعون الابرنتازيوني و يأتيوا عندك ثلاث دار و يهزوا التحليلة و يمشيوا و يدعوها ومن بعد يرسلوها لك في الإيميل بلاما تنقلتها يزيد عنك 10 أورو حتى الـ 15 أورو على حسب ، إذا كنت تغيير واحد أما إذا كنت ربعة أو خمسة الأشخاص نظن الأحسن أن تبحث عنهم لأنه سوف تخسر فيها 40 أورو لكن كل موضوع بالنسبة للناس الذين لا يريدون أن يمشيوا هم في داخل الراجل ، يعني في داخل المساحة 10 كم من المختبر الذي ينطق برانوتيتي لأنك تمتز و يتخلص أنا سأشرح لكم هذا في الفيديو هنا سأشرح لكم كيف تدير حتى تدير الحج و كيف تدير الحج و يأتي عندك حتى الدار لا تريد أن تتخلص و تتمشي عندهم لا تحتاج أن تأخذ الراجل و تتخلص و تخرج لك هذه الورقة و تتهزة و تتمشي ذلك الأقرب مختبر الذي تدير الحجم و لا تدير الحجم هم يقولون لك ما هو بلاصة التي تريد و تختار إذا أنت و ترى ما هو بلاصة التي قريبا لك و كموضو بالنسبة لك و سأشرح لها و أنا سأشرح لكم كيف تديره في البرانتاتيوني لكي نحاول أن نساعده لكي لا يبقى هذه السماءة تستغل لكي نحاول مختبرات و تتصل عنده و يقول لك مبلغ و ترى رأيك دائما تعرفوك من خلال الكلام معه و لا يفهمه و لا يفهمه و يقول لك و يقول لك 200 أورو و يقول لك 110 أورو و يقول لك مع العلم التي تديرها أولاين و تخرجها هذه بلاصة سماسرة لكي تتوفر عليهم ذلك الخدام و ذلك الخدام و ذلك الخدام لكي تتخلص إذا كينا و تختار 15 أورو 25 أورو 20 أورو 40 أورو 65 أورو على حسب الجهة التي تتابع لها سنشرح لكم المجموعة من الجهات سنشرح لكم بكل الجهات سنشرح لكم هذا اللابوراتوار الأولى و كان المختبر الأول نجمل لكم ثلاثة المختبر الأول و المختبر الثاني و المختبر الثالث و انتخطر و انتخطر و هنا أنا أعطيتكم بالحجة و الدليل ما يكتب عليكم تواحد و ينتقل يكتب عليكم تواحد و ما يتقابع مع المجموعة و أنتخطر لكني تنصح بها سنشرح لهم جوج دائما AGG و AGEAN Test Serologico و PCR و بالنسبة لك و 5 برينوتيج تتصل عندهم و تديره لك لأنه يأتي يأخذ لك و تعطي لك و إذا و تدبقى و تتمشي مرتاحات و بالنسبة للناس الذين يريدون أن يحبطون المغرب إذن ندرجوا هذا الفيديو ونشرحوا للناس الذين يريدون أن يحبطون إيطاليا ومن بعد سنتحدث لكم حتى على مجموعة من الناس الذين خارج إيطاليا الذين أعطوهم أتمينة خيالية المهم تابعونا طريقة الحج التست سيرولوجيغو والبسير إذن هنا كيفما تشوفوا هذا معنا الموقع الأول الذي هو سينالاب الذي هو المختبر الأول هذا المختبر يعني معروف في إيطاليا وعنده مجموعة يعني من المكاتب ومن المختبرات في كل إيطاليا تقريبا يعني يرى مجموعة كبيرة والسعر الثامن ذيالو كيفما تشوفتم أن الإيجي جي 35 أورو والإيجي أم والإيجي جي زائد الإيجي أم دير 62 أورو فاصلة خمسين زائد خمسة أورو دير البريليابو إذن هذا هو دائما 40 أورو و70 أورو هنا هذا هو الرقم الأخضر الذي يريد أن يأخذ مع الدولة بونطا ما عنده وهو يسأل لو يأخذ أي معلومات أما الذي يريد أن يعرف الجهة ديالو سوف يدخل على هذا الروابط ونحن أخذ لكم الروابط ونرى ما من الجهة هو تابع لها يضغط على هذه الجهة مثل لك أنت لومباردية هنا تتخرج لك هذه الخانة وتتكتب هنا اسم المدينة ديالك وتتخرج لك المدينة في الشمال والجنوب والوساط لديهم كل مدينة تقريباً لأن هذه كبيرة هذه مؤسسة وعندهم مجموعة من المدينة إذا حاول ترى المدينة ديالك موجودة لم ترى الموقع الثاني وهو السيد بودو اوكسولوجيغو إيطاليانو حتى عنده نفس الشيء غير هو أقل بالنسبة للمختبرات من الأول وانتظروا وهنا كبير ما ترى انه نفس الشيء حتى عندما تدروا التاسطو سيرولوجيغو تتسمى كبير ما قلت لكم اكلية يعني هو يسمى اي جي جي زائد اي جي هذا هو الاسم ذلك التحليلة إذا لم يجب إلا تسويلوا عليها يدخلوا لهذه المواقع المواقع هنا يختلف غرف الأتمينة ويختلف حتى في المناطق مثلا ستجدوا في المختبر المختبر الثاني يضغط على الزر الأصفر مكتوبة Prenota هنا أولا تضغط على الزر الأصفر تخرجك لهذه الصفحة وأنا سأضع لكم مباشرة إذا كان لديك أربعة أو خمسة أنواع لكي تحجز أرى أولا تضغط على الزر الأصفر تضغط على كل شيء التالتة تضغط على الزر الأصفر تضغط على الزر الأصفر تضغط على الزر الأصفر تضغط على الزر الأصفر في المواقع الأول ومع المواقع الثالث يوجد ميلا وطورينو ونواحي ميلا ويساعة ميلا ولو ميلا ويساعة بيامونتي نضغط على الزر الأصفر سوف تضغط على الزر الأصفر وتضغط على الزر الأصفر لاحقا لكم ولكن تدير بأنك تخلص عندهم هنا تطلب منك أنك إذا تريد أن تختار أي مكتب من المكاتب التي تريدته أو تعبير أي مكتبر من المكتبرات التي تريدته تتابع لهم وهنا تختار النهار التي تريد أن تدير فيه هذه التحليلة ولكن هنا تختار أحسن لا تختارها لأن هذه غير زائدة وتتزيد صابتة ذلك وهو سيخرج الكذب من المكتب إذا تختار النهار التي تريدته ديروا في بالكم بأن تحليلة إلى ذلك من الصباح حتى الخمسة الأشياء تديرها غير ربعين أورو وإذا تريد أن تديرها من فوق الخمسة كي نحتى من السستة حتى الثمانية ديالليل تديرها تسعين أورو تحسب لكم حالة دوبالطارف إذا في الصباح هذه تحليلة كاملة اجي جي زائد اجيا تديرها 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 لا يوجد فرق كبير بين المختبر الأول والمختبر الثاني نحن نضغط على الساعة العاشرة ستتعمر لكم الحصول على المعلومات يوجد أن تتعمر المعلومات لكم المعلومات شخصية وضرورة تكون صحيحة الاسم الشخصي، الاسم العائلية، رقم الهاتف، الإيميل لك، العنوان كل شيء المعلومات المطلوبة تتعمرها وتترسل اوكي اونلاين كل شيء يعني بعد ما تتعمره تتملي كل الخانات ومن بعد تدير هذا الجوج خانات هنا تتفاعلهم لماذا؟ كأنك تتوافق على الشروط سوف تدير الرجيسر نحن نرى الموقع الثالث او المختبر الثالث هذا تدير كل شيء اونلاين اسمه ماري لاب جروب هذا ماري لاب جروب 30 او رقم الهاتف 50 او رقم الهاتف زائد الهاتف زائد انه عنده خاصية الهاتف تتزيل 20 او رقم تختلف من كل شركة او كل مختبر الثاني اذا هذا تديره كل شيء اونلاين تدير الحجز تختار اشمل نوعية تحليلة وكيف تكون تحليلة كاملة اجيزة 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 سوف تنزل تحت هنا تختار تختار النوعية وهذه التحليلة صالحة لمدة ثلاث أشهر يعني الورقة التي تعتوك الشهادة التي تعتوك صالحة لمدة ثلاث أشهر نعم هنا تختار تحليلة كاملة او لا غير اجيزة وهنا تختار اضمشيل يعني اجيزة 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 او رقم يعني سبعين أورو المجموعة وهنا تختار يعني المنطقة لهم وهذه يعني غير منسبة للناس لفروما والنواحي يعني في جهة لارس فقط عندهم سبع دي المختبرات وهذا قلت كما تشاهدون الثامن ديالهم إلا بك تتمشي عندهم خمسين أورو كامل وتتخلص أولاين وتتأخذ البرينتاتيون أولاين كل شيء وتتمشي عندهم بلا إمبينياتيبا بلا تشهاجة هاي ستتخلص تدير أوكي وهانت خلص لي حجزي وتتمشي عندهم سيخرجون لك المطبوح وتتمشي عندهم إذن هذو هما العناوين وأنا غدي أخلي لكم لينك في صندوق الوصف اللي بغي يدخل ليه كل واحد على حسب المنطقة اللي هو موجود فيها بالنسبة للناس يعني في إيطاليا كلها هو الموقع الأول مختبر الأول تشمل أي الجنوب الشمال والوصف الموقع الثاني تشمل غير الشمال إذن بعد ما شفتوا الفيديو ووضحنا لكم وبالحجة والداليل راه دائما تنجيبوا بالحجة والداليل ما تنتكلموش من لا شيء من عادتنا من قادرين الزمان دائما أي حاجة قبل ما نعطي معلومة لأننا عارف ذلك المعلومة إذا أنت عطيتها خاطئة ممكن غضل الإنسان ممكن توقع لي شيء مشكلة لا قدر الله وغير يبقى فينا الحال ما نبغيوهاش وما نبغوش للضرر للناس إذا أنت نحاولوا نتحرروا الصدق ونتحرروا الرسمي يعني الجهات الرسمية سوف نعطي نقمدابة مباشرة من المواقع هذو إذا انتخطى كيف ما بغيتي التحليلة اللي غدا تناسبك اللي ما فيها حتى شي مشكلة إذا حاجة أخرى اللي بغيت نوضحها لكم في الفيديو من غير إيطاليا هذو داب اللي عطيت في إيطاليا إلا كينشي شخص في شي دولة أخرى ومسكين معرفش وبغي يعرف المختبرات وبغي يعرف التامان رحنا نساعدوه وكينتشي مشكلة يكتب لي في التعليق يقول لي الدولة اللي هو فيها ويحدد لي حتى المدينة واللي بغي يرسلنا حتى في الخاص راقين الإيميل ديالنا اللي هو جالية عربية إيطاليا كيوتشولا أو ايروباسك جيميل بونتو كوم وغد نخليه لكم دائما هنا بشتوفوه يرسلونه يعطيني المعلومات دياله وفين كين هو يعني يقولك مثلا أنا مكين في الدولة الفلانية وكين في المدينة الفلانية وعنا غد نعطيه ديكساعة البلاسة اللي غيمشي لها بالضبط هد نعطيه مثلا المدينة وهو غي يختار أقرب عنوان لي ودكساعة الله يسهل عليه بالنسبة لك جاتنا يعني واحد الاتصال من الأخت كينة هي في سويسرا حتى يبغى توصل صوت ديالها للناس يعني توري لهم بأن جحال وصلات دابة تحليلة هد التاست سيرولوجيكو هي كينة في سويسرا يعني التاست سيرولوجيكو في سويسرا دابة وصل تلتميات أورو وتتأخذ دائما من بعد 48 ساعة لا تصبح وصلت على التحليل لم يعد تدير 48 ساعة لأن تحليلها تحليلهم تعنيها في سنة 48 ساعة لأنها تحليلها كاملة ECLEA-EGG-EGM يعني أنها ECLEA-EGG هي جامعة جوج إذاً ضروري تحليل بأن تسنة 48 ساعة كنا نتحدث عنها من قبل لأن تتسنة 24 ساعة ولكن يموت نصف تحليلها اذا سوف نجيب لكم التوضيح الصحيح لكي لا يقوموا في مشاكل في المطار اذا سمعوا هذا الاوديو و سوف يراجعوا معكم السلام عليكم اخي الكريم انا اخي من المتبعين من القناة فكتبعتك من هذا الوابع ونحن نعيش هنا وانا مقيمة في جونيفا اخي يعني نوضح لك واحد النقطة اللي قدروا الناس ما يعرفوهاش وانا قدر نقولها وهو تمان ديال باش انك تدير تحليلة تحليلات البولية ليهي 300 فرانك سويسرية انا خاسني نديرها عند لابوراتوار يعني بخيفي يعني حتى الطبيب ما قبلهاش منك قالت ميمك الشياء من السيف تكلوب بيطان يعني خاسك تديريها بخيفي وخاسك 48 ساعة بالنسبة ل 48 ساعة من المستحي اللي قالوا لي تاخذيها 48 ساعة انا عندي نهار ستاش شهر سبعة اللي هو الخميس عندي مقطع الفول ديالي اللي هو غير مشي على طريق نيو لانا حاليا عندنا هنا في جونيف ما كيش الفول لا سويس حتى لوسان كوت وانا مضطرة اني خاسني نمشي يعني ما عندي حتى شي بادي غير اني مشي عن طريق فرنسا فانا مجيت نشوف هالتحليلة هادي اللي كتفوت كاونت ويتوغ مشيت الصباح كنشوف الابوراتوار نقارن يعني تمان ديال ما بين فرنسا تلبية 140 اورو وقلت مشي مشي ندروها 140 اورو مشيت اليوم هاد اليوم اللي هو اليوم اثنين باش نديرها فرفضوا ليه قال لك بانا غدا عندنا جوغ الفيغي يعني غدا رهم سادي فما غاديش يمكن ليه لانا اخد التحليلة ديالي يعني الاربع لان علاش غا تكون فيها لادات وهي ديال ابتداء من نهار اثنين والدولة كتطلب لك الدولة المغربية كتقول لك الخطوط المغربية انها تكون عندك فيها 48 ساعة اذا الاخديتها حتى الاربع كتكون فيها تخوى جوغ يعني غير مقبولة يعني فرنسا كلها جوغ في غي غدا لهو مغدي طريس انينا غادي نديرها في جونيف فتامان ديرها مكلف بالزعف اللي هو تلتميات فرانك سويسري ما كينش الباديل يعني 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 صراحة كتشوف يعني واحد الصعوبات اللي هما داروها الناس يعني صعيبة 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 اذا بعد ما سمعنا الاوديو ديال اوفس واي شخص بغاء يرسل الصوت ديالو لعدنا ويسمعو الناس لماذا؟ لان كما قلنا رأى الدال وعلى الخير كفاعله انتان تتوصل معلومة غير ماشي سهل داب احنا علش نشرحوليكم ونوضحوليكم لان الناس عندهم يعني باش يوصلوا المعلومة عندهم واحد مشاكل كبيرة وما كينش واحد السهلات ان دابات تتجيل موقع ديالوزارة وتتشرح لك هاد الهضرة كامنة هما تعتب خطوط رئيسية وانت تعمق مع شغلك هذا لان لماذا سيبقى يفسر لك؟ سيبقى محل تدير عليه الحجة سيبقى ولي وقلت لي وهو تعتقد دائما مهم ويخرج من باب واسع طب انا قد تكدير تأثيره لوجيكو انت جدي اي دي دي سيبقى لا شغلك فلانا ماشي هاد الهدر اه هاد الهنا انت اشكلي قال هلك؟ ما عارفش هذا علش الدور ديالنا تنحاولو انوصلوا المعلومة للناس وهنا احنا تنبغيوكم التفاعلوا لان التفاعل ديالكم وتبارتاجي مع الناس تتوصل المعلومة ووراك الى وصلت المعلومة هراه تتعتقش حل من واحد تكون مسكين حاصل وتكون مسكين بعده مشاكل كبيرة وشفت بعض الناس ما زال ينتظروا في الفيسبوك وفي هذا وراء اللي بغي يجي من المغرب خاصوا يدير التحليل وحطينا لكم الارقام وتأكدوا بنفسكم واللي يتكلم معاشي واحدة من هاد الارقام وقالوا لي هالعكس يرسلوا لي وانا ديك الساعة غادي نحاول نتاصل بهم بنفسي ولكن انا متأكدين لان التاصلت ماشي غير انا ناس كتير اللي تتاصلوا ونفس الرد بالنسبة للناس العائدين من المغرب البرى في الفيديو القادم ان شاء الله بإذن الله سوف نضع لكم جدول الرحلات الرسمي يعني بالنسبة لمجموعة من الدول واللي بغاني نضع للدولة اللي هو فيه يحاول يرسل انا دابا غدا ان شاء الله سوف نضع لكم الرحلات امتى يمشيوا مثلا خمستاش سبعتاش سعطاش 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 سعشرين واحدة باش ما يبقى لكم خاطئ ونضع لكم العودة باش انتارى ماشي تمشي ودخل الساعة كما مجموعة من الناس ونضع لكم الرخص راهم يراهم دائما را تلحوك السنارة ونضع را تدخل السيس الموقع الخطوط المالكية المغربية ودخل الموقع الخطوط العربية ستقطع ولكن من اللي سنضع الجدول اللي عاطينك الرسمي اذا انت سيدي انت اخرجت هذه الجدول تستطيع ان تحصل المغربة سيدي لم يتم تلاش حل ما حلش مازالين دائما الحضر اذا ستقول لي حاصل هل ستتنائي يعاطينك واحد جدول ثلاثة أربعة خمسة اذا تتبع هادو كل واحد جدول ثلاثة أربعة خمسة انا غا نحاول نحط ليكم جدول للرحالات ديال الدول كاملة اللي شاملها المغرب واللي نسامح لها المغرب انها تمشي وتجي عندهم لهذا ما تنسوناش بالبرتاج والاشتراك في القناة التفاعل ديالكم هو اللي تخلينا نتحمسه ونزيده ونشجعه ونتعاونه مع الناس ونحاوله نوضحه للناس واللي عنده شي معلومة الله يخليه يكتبها ويسامحنا لما جاوبناه بسرعة ولكن سنجاوبه في ظرف اكتر شي 24 ساعة لما جاوبناش سنجاوبه في فيديو ولما جاوبناش في فيديو سنجاوبه في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته